اهلا بكم بالاشهر الاخيرة سمعنا كثيرا عن الذكاء الاصطناعي وامكانياته من خلال تطبيقات عملية وملموسة كانت حديث الساعة اليوم سنعرفكم على استخدامه في مجال السينما من خلال تقنية flawless through sync التي تغير حركة شفاه الممثل بشكل لا يمكن ملاحظته ومن خلال هذه تقنية سيبدو النجوم وكأن بإمكانهم التحدث بأي لغة كانت لو أردنا سيتحدث توم كروز اللغة العربية مثلا بحد ذاته ابقوا معي موسيقى 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 الدفاع موسيقى 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 دمئية ثمي يوجد مفتح الأشياء. فعلة الإياء التعليلاً خلال الخاص بمتحة. يمكنك تجربة للمشاريع النفوية ويجب ملتح أفده النفوية لجب العائل الفيديو ويشففتها ويشفتها اللعينة تغيير الماكبب على تحديد it. أنتظام للبعائل في مطابقة تماماً في منطق الشيخ حيانا سيكون أفضل من الرسم وكما ينصف حيث条 عقارب ويحوم التفظل مزيد بالضبط وإذا أستطيع أن تستطيع أن تستطيع إشتراكات新ige لذلك يبدو أن الاختراع قلت بفهم وقد قمت بها بطريقة ذلك لكن في مستطيع أخرى بدأ الاختراع بفيلم فول حين واجه منتجه مشكلة في الحصول على رخصة لعرضه بسبب كثرة الشتائم فيه ليصبح متاحاً لمنهم في سن الثالث عشر ولم تكن إعادة التصوير أمراً وارداً فما كان منهم إلا أن استعملوا التقنية لاستبدال الكلمات دون أن يظهر اختلاف على الشفاح أعتقد أن المختلفة مع ما يأتي هو أن تستطيع أن تغيير الأشياء بعد أن تغيير الأشياء تغيير الأشياء أو تغيير الأشياء وتغيير الأشياء بعد أن تغيير الأشياء تغيير الأشياء إلى هاتفك وطرق سمع أي شخص فهو يمكن أن تغيير الأشياء ونفعه بдеعاً أعتقد أننا سنرى الكثير من هذا يأتي في الوحيد ونرى الكثير من الفيلمات يأتي في أرابيك، في جابنس، في جيمان الأفلام أصلاً مفتاح للتعارف وتناقل الثقافات خاصة هوليوود فهل يترى حين يتحدث النجم الأمريكي باللغة العربية سنفهم ثقافته أكثر؟ وهل بدوره سيبدأ الغربي بمشاهدة أفلامنا في المستقبل؟ لصباح العربية، رافي بغوسيان، هوليوود لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات